الرجل يتكلم في بعض النقاط أنا يعني محتاج أنا اللي أرد مش المهندس عدلي فنشوفه الأول النادي الأهلي ما عندوش كوادر غير الكابتن عدل القيعي الكابتن عدل القيعي رئيشك تكون نادي الأهلي الكابتن عدل القيعي بيقدم برنامج لتقاناك النادي الأهلي كابتن عدل القيعي يعني فيه مجاملة في وجوده طبعا فيه مجاملة في وجوده ودي حاجة أنا مسؤول عنها أنت رجل أهلاوي بس فانا انا عايز افهم بس يعني هو كل التأدير اللي احترام لي لكن احنا مسلا بنشوف كوادر كتير جدا محترمة وكوادر كتير جدا شابة قادرة على الوجوز مان هو يمكن اهل الثقة هو بيدوروا على اهل الثقة مش ايه علاقة اهل الثقة كابتن بقى وانت مسلا هو لازم اهل الثقة فهو مفيش غير عبلك اهل الثقة ايه سر ان حسام غالي على اخلاف بشكل كبير جدا وطول الوقت مع المجلس انا جاي راجل ستريت فجاي بفكر جديد جاي بفكر اللي انا عايز اه 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 اقدم وجوه جديدة للنادي الاهلي ولقدارة النادي الاهلي واللي الناس يبقى فيه تطوير بشكل كبير جدا وشكل مختلف اه اه راجل صاحب رأ مش فكرة اللي هو اللي انا مش مش شرط اللي انت لازم شخصية هو بالزبط ما ينفعش تخمشه بالزبط فهو اهو دي مشكلته اه حسام غالي كان ادي اكتر من مرة اللي هو كان طلب اللي هو يبقى رئيس لجنة اه اه رئيس بعثة الاهلي في كذا اه في كذا اه في كذا ايفنت من اليفنتات السابقة وكان ابرزها الكاس العالمي اللي فات للاندية وكان فيه خلاف كبير جدا ما بينه ما بين المهندس اه 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 استاذ خالد طب خد رئيس بعثة في المغرب هو يا بلا اه اه كد ترضية نعم كد ترضية بصك اه 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 انا 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 باتتفق مع دي اه اه بعد ما ترد يا جبالي معلش انا باتتفق في حاجة معينة انت عملت الصح ما انفعش اقولك متشكر على الصح بالزبط اكتب انفعش طيب خمس نقاط مهمة لكشف هذا الزيف في الرأي وانا اللي حرد مش المهندس عدلي لانه رقم واحد لما يتقال هو مفيش اللي عدلي لقيه عشان يمسك شركة الكورة هو مفيش كوادر في النادي وبعد كده يبقى فيه مقارنة يترحى الكابتن مجدي بين المهندس عدلي والاستاذ ياسين منصور في الجزئة الاولانية لو فيه حاجة تحسب للكابتن محمود الخطيب وقبل منه الكابتن حسن حمدي فهي الحرص على الضخ كوادر جديدة في منظومة الكورة في النادي الال والادارة عمتا واعتقد شفت النهاردة بكنا بنتكلم على كادر كبير جدا ومؤهل جدا لأستاذ خالد عبدالقادر هو نائب رئيس شركة الكورة الأستاذ أحمد حسام عوض عضو شركة الكورة مجلس الادارة بكل من فيه من عناصر شابة مؤهلة جدا علميا ورائعة جدا أهلوية في عنصر الشباب فماعتقدش الجزئية دي يمكن الاستناد فيها إلى فكرة هو الأهل مفهوش كوادر لا أهل مفهوش إلا الكوادر لكن إن الراجل عنده رأي في عدم وجود المهندس عدلي دي حاجة تخصه مش كل حد الناس بتجمع عليه هو عنده مشكلة شخصية أو رأي شخصي هذا أمر يخصه لكن ليه الموضوعية؟ ما كابت المجد يقول له هم حطين المهندس عدل القيعي لأنه هم بيفضلوا أهل السقة ما أنا معتقدش أبدا أنه فيه أي حد حتى لو مش أهلاوي متابع للشأن الرياضي وعارف حد بقيمة مش عشان والله يقعد قدامي لكن حد عنده من تراكم الخبرات في النادي الآلي تحديدا وفي الإدارة الرياضية عبر أكتر من خمسين ستين سنة ربنا يديله صحة وطولة العمر أكتر من عدل القيعي فين أهل السقة يا كابت المجدي؟ أهل السقة أنك أنت بتتكلم في قيمة كان عضو مجلس إدارة وكان مدير نشاط رياضي وكان مدير جهاز تينس الطاولة والهندبول مدير إدارة التسويق إعلامي في النادي شارك في تأسيس مجلة الأهلي شارك فيه بصوا ما فيش حاجة في النادي الأهلي الموانس عدل القيعي مع ملهاش عدوا مجلس إدارة في منتصف السبعينات مدير نادي مع الكابتن صالح دورتينه مع الكابتن حسن مسؤول على التسويق ومع الكابتن الخطيب لما يجيبه عشان يمسك شركة الكورة ما يجب أن يعلمه الكابتن مجدي وأعتقد هو دي معلومة بسيطة جدا كان يجب أنه يبحث عنها أن العمل في شركة الأهلي لكورة القدم تطوعي تطوعي للمهندس عدلي ولا خالد عبدالقادر ولا أحمد حسام عوض أي منهم بيتقضى أي أجر أو أي مقابل نتيجة أداء أو مقابل اطلاعهم بملف شركة الأهلي لكورة القدم فين بقى التكويش هو أصل ما ينفعش يبقى كذا ويبقى كذا لا ما هو لو يبقى كذا ويبقى كذا هنعد الناس كتيرا هيتعب أول واحد منه وكابتن مجدي لكن فكرة أن أنا أعتبر وجود المهندس عدل القيعي بعد كل هذه السنوات من الخبرة على رأس شركة الأهلي لكورة القدم أنه ده أهل ثقة لا أعتقد ده كلام مجافل حقيقة تماما رقم اتنين مقارنة المهندس عدلي بالأستاذ ياسيم منصور الغرض منها لا الصداة كان بيدفع فالتاني مش هيدفع هو الأستاذ ياسيم منصور الراجل رقم واحد قيمة أهلوية كبيرة جدا محترمة كلنا بنقدرها ونحترمها لكن أنا شخصيا برفض كفكرة أنه في أي حد يتقال أنه أيادي بيضاء على النادي الأهلي لا لا النادي الأهلي له فضل على كل الناس من أول الكابتن صالح لكابتن مختار تيتش لكابتن خطيب لكابتن حسن للأستاذ ياسيم منصور للمهندس عدلي ولا يجب أن يشعر أي حد أنه بيجب على النادي الأهلي حاجة قيمة النادي الأهلي أنه فوق الجميع بجد فوق جميع مصالح أبنائه فاللي عايز يجامل الأستاذ ياسيم منصور وأنا بقول لكم له مننا كل الاحترام والتقدير عندي أنا كمان على المصاري الشخصي لكن لهو ولا غيره ولا كابتن الخطيب يتقال أنه ليه أيدي بيضاء على النادي الأهلي الكنسيرت ده لازم ما يبقاش موجود في الشخصية الأهلوية لو عايزين نحافظ على قيمة النادي لكن عايز تقول أن الأستاذ ياسيم منصور خروجه من شركة الكرة كان خسارة ده رأيك ومؤكد أن وجوده كان يطفي كتير جدا على منظومة الكرة لكن المقارنة بينه وبين المهندس عدلي مقارنة ظلمة للاتنين لأن كل واحد فيهم عنده من تفاصيل المسار الإداري بتاعه والارتباط بالنادي وهو مختلف عن الآخر أما لو الفكرة فكرة الفلوس لا المهندس عدلي القيعي راجل في شركة الكرة متطوع والأستاذ ياسيم منصور طبعا والمهندس مصطفى فهمي وكل التشكيل اللي كان موجود في الشركة كان متطوع فالمقارنة هنا لا يجب أنها تكون موجودة على الإطلاق ثم القفز على جزئية الكابتن حسام غالي أنه زعلان لأنه كان عايز يطلع رئيس بعثة اللي بغتوله تكاس العالم فيتقال له طب ما هو ما هو كان رئيس بعثة في كاس أفريقيا في النهائي لكن هل الكابتن حسام غالي زعلان من الكابتن الخطيب لأنه مهمشه زي ما كابتن مجد بيقول هنسمع رد الكابتن حسام غالي نفسه وبعد كده هرجع للمهندس عدلي من ضمن الكلام الكتير برضو اللي بيتم تصديره للناس وأغلبه ممكن يكون غلط فكرة أن حسام غالي مش على وفاق مع كابتن محمود الخطيب وشوفنا عايزة ربط ده بالمشهد بتاع استلام حسام غالي لكاس أفريقيا في وجود الكابتن محمود الخطيب إيه اللي حصل كاوليس المشهد ده وإزاي تم التواصل بينك وبين كابتن محمود الدنيا دي حصل فيها حوالة برضو مش فاهم الناس بتربط ليه إحنا على خلاف مع الكابتن محمود الخطيب يعني الكابتن محمود الخطيب طبعا لها قيمة كبيرة جدا ورمز من رموزنا إلى أهلي ما ينفعش يبقى فيه خلاف بينه وبينه يعني على إيه أنا معرفش التاني حاجة الموقف بتاع الكاس أفريقيا كنت أنا رئيس الباسة وكان الكابتن محمود الخطيب موجود الرجل مشكورا يعني قال لي أنت اللي هتنزل كلمني في التليفون قبل الماتش قال لي ودي لازم لازم أذكرها يعني ده عشان دي حاجة حاجة تحترم يعني من موقف من كابتن محمود الخطيب قال لي حسام إن شاء الله النهاردة لو ربنا قرمنا أنت اللي هتفلم الميديليات وهتنزل الملعب لو لقدر الله حصل حاجة تانية ما تنزلش أنا اللي هنزل مكانك وما تبقاش انت واقف في الموقف ده عشان أول سفرية لك فمعرفش الخلاف هم جايبين ومنين يعني أو حصل يعش يبقى فيه خلاف الناس ربطت عدم تواجدي في الفترة اللي فاتت أن ده خلاف مع الناس ما تعرفش أنا كنت مسافر بره كذا مرة وابني مسافر وكنت بذبط له حياته هناك عشان نقل فجأة أنا رايح أخذ ابني وراحين نشوف المكان أنا ولميس نشوف المدرسة كويسة ولا لأ الأكاديمية اللي يقعد فيها والنادي مناسبين ولا لأ يعني مش زي ما الناس استغلق الناس ربطت بقى أنها مش موجود فأنا فيه خلاف مع كابتن الخطيب طبع الله ما فيش الكلام ده خلص شفته كاشف الازيف أكتر من كده أدي كمان الكابتن حسام غالي علاقته بالكابتن الخطيب قالك ليه الناس مصمم أن يبقى فيه خلاف أنا ما بحضرش لأن أنا كنت مسافر مع ابني بره بيدرس وبيلعب في أسبانيا وكنت احتاجت أكون موجود معاه لكن علاقته بالكابتن الخطيب أصلاً ما ينفعش يبقى فيه خلاف الرجل عنده تأدير كبير للكابتن الخطيب وافتكر له حتى في السفرية للكابتن سيف والرجل كابتن ماجد والرجل بلال بيتكلمه قال له ده كابتن الخطيب عمل معي موقف يحترم جداً قالك لأيه؟ بيكلمنا قبل المطش بيقول لأ حسام لو ربنا كرمنا وكسبنا أنت اللي تطلع تسلم الميداليات وتحتفل لو أي حاجة غير كده أنا اللي هاخد الوش الوحش بمعناها مش عايزك تطلع في لطة يعني سلبية فقال دي مسألة احترم جداً شوفوا العلاقة وطبيعتها وشوفوا الصورة اللي بره بتتصدر عاملة زي باشوانس شوفوا أستاذ إبراهيم أنا هاخد الأمر بحسنينية ولكن القدر باستمرار يأتي في نفس اللحظة بمواقف وردود كاشفها للحقائق مش مرتب له يعني الكلام ده لما تقال يجي بعادية بيوم أو اتنين لقاء مع حسام غالي يتسائل بالصدفة في كل مقيل ولذلك ونحن أحياناً أحياناً ما يقال من حقائق ما يرد به إن في خلافات أو في مجاملات أو 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 هي أمنيات ولاش هتحقق أمنيات لدى البعض ولكن تعطي مثل هذه المواقف كاشفة أنا عايز أقول لك حاجة لو أنه تمت غصة وضيق عنده حسام وأنه بيزوء الكلام إيه اللي يجبره يذكر وقع أخلاقية وإنسانية وإدارية تدي درس محدش شاف غيره ده مش بيبرق كابت الخطيب ده بيعلي من قدر قيادات النادي اللي قالي كلام ومثالة في موقف الكابت الخطيب ما تعلمه كابت الخطيب إن أنا إزاي أربي ده هو ده تربية الكوادر إن أنا أحميه مش أخذ منه اللقطة أديه له اللقطة وأخذ أنا اللوم لو حصل لقدر له إخفاق هذه قيمة قيمة الثانية أنت ذكرتها بس أنا عايز أؤكد عليها المقارنة بيني وبين الأستاذ يسين منصور أنا قلت من أول يوم توقرنه إيه واحد من قيادات الإقصاد على مستوى العالم بي أنا وشبهت كده انت ليت قيمة كبيرة باشمون لا كل في مجاله كل في ما هو مطلوب منه أيوه وحتى أنا شبهت قلت ده راجل يقود مؤسسة إقصادية من أهم مؤسسات مش مثل العالم ومصنف وهو العقل التجاري المؤهل العلمية أنا شايل الأصعى من صغري أنا لكنت اللعين بكورة أنا قلت لك تفاصيل ما صار مختلف مع لنا لا بس أنا بس عايز أما حرص النادي وحرصي أنا شخصيا على تقديم الكوادر تعال أقول لك في كل موقع كنت فيه قدمت إيه أنا في 76 وكنت عدو مجلد دارة لسه مع الفريق مرتاجي حرصت على تكوين اللي جاءت وحرصت على أن يكون كل اللي جان من خارج المجلس وحرصت عليه أن كلهم شباب اللي جان دي أفرزت إيه اتنين وزراء فيما بعد وزير المالية الجرحي وزير التربية والتعليم فيما بعد الدكتور شاوي طريق شاوي طريق شاوي أنا جات لي سفرية لأن عملت لجنة رحلات بقيادة شاب باسمه ايمان الشافعي وبعدين جاتي السفرية دي طلع أمريكا بعتولي تذكرة مجانية أن أطلع أرقص هزي البعث اديتها الأيمان الشافعي هو اللي طلع وأنا كنت صغير وعمر ما رحت أمريكا وقتها لما جيت في إدارة التسويق أنا قدمت الدكتور سعد شاوي قدمت حنان الزيني قدمت حلم عبد الرازق كمستشارين وكتنفيزين ككوادر وطلبت بخالد بيبو وقل جمعة في إدارة التسويق والآن الكابت الخطيب لما حدث فراغ بعد استقالة الأستاذ ياسير منصور قال لي عادلي أنت أعلنت اعتزالك حتي يجي تقول لي أن أعلنت اعتزالي ما النادي يحتاجك ولا لا تقول لي اللي أنت عايزه إحنا إيه المطلوب مني اخلق معايا كوادر جديدة تديري النادي كلها هي اللي خدت الفرص اللي فاتت الأستاذ خالد عبد القادر وأنا قلت لك ده واحد من ألمع العقول من شباب المصري وكان بطل مصر كان بطل في الكرة الطائرة ومنتخب مصر في النادي الآلي وأحمد حسام عود وهاني رمزي في إدارة السكاوتينج ومعه شباب رائع جدا في السفريات النوعية هم اللي بيطلعوا مش أنا ده كلام يا جماعة كنا نتمنى أن الوقت يمتد وكنت هتشوفوا فيديو لحسام غالي وهو بيتكلم باستغراب إزاي يتهم أنه هو وراء مشيان الكابتن سيد عبد حفيز وميستر بيتسو مسماني وقال يا جماعة لازم أن الناس تعرف أنه العمل في النادي الآلي ما بيمشيش كده خالص ما بيش حد الوحد وبيمشي حد في النهاية فيه سيستم وفيه نظام دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله سبع الله خير